بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله هنبدأ ان شاء الله تشارك حدا 6 من قرص وهنتكلم عن حاجة مهمة جدا وهي البصود وقراس وهي كلمة بضغف القراس بشكل معين علشان تدفلو ستايل وتلوين واشكال جديدة ازاي؟ تعال كده بص عقود ونبدأ نشرح هنفتح الفوضل اللي احنا شغالين عليه بالبداية وهو بالردقة 1 وبنحن الاكواد فتح لي الصفحة بتوعي الاندكس والسطيل على كتف الاندكس هنا ثلاث تلكات زي ما احنا شايفين هوفر هوفر بمعنى عند مرور الماوس على العمش والاكتف هو عند الضغط على الماوس على العمش والفيزيت عند زيارة الاندكس او زيارة الانصر اللي عاشنا مستعدشونه في القود طبعا انا اعطله كلاس هنا كلاس هنا كلاس هنا كلاس زيارة انا انا ابدأ انادى عليه في القود بتاع الستايل ازاي انادى على الكلاس في الستايل زي ما قلنا انا اخد اسم الكلاس كده زي ما هو مكتوب بالظل وبصدقبل كبتولول سيل بروح على الستايل بعمل دوت بس أنا ما عايز اشتغل بصودو كلاس وعايز استهدف عند مرور الماوس على ling فعمل نوتاتين وبقول هوفر بفتح قطور واقفله وابدأ الاوان الكلمه والخلفية عشان تبني التأثير احضر لي كلمه وغير اللون الخلفية باللون ده كده مثل. ده الكلام ده ايه? عند مرور الموت. تعال كده نبص على الكود. هفتح المتصفح بتاعي. فايفين? انا الموت هو بره. هدخل على اللينج. فايفين? لما دخلت على اللينج غيرني بالتنسيء اللي انا كاتبه. طيب الاكتف. عزا ما اضغط على اكتف كده يديلي تأثير. طب ازاي? برضو هنروح على الستايل. وهنادي على القراص زي ما ما مكتوب كده. هو اكتف ليد. كترول سيد. ونادى على ازاي زي ما قلنا دوت. اسم القراص. فافتح قص واقسله. وهدينه لون. ولوك الكلمة ولون الخلفية. لون الكلمة باللون ده كده مثلا. لون خلفية بالجراون. اختار اي الوان بس بحيث ان هي تضططها شاستقرة ليكو. طبعا هزبط المتصفح بتاعي. هزبط المحرقات بتاعي على اوتو سيف. علشان نعمل شفزة القائم. هروح ابص كده على المتصفح. واشوف النتيجة بتاعتي. طبعا انا لسيت حاجة مهمة هنا. لسيت ايه? لسيت اعمل بصدق لا. طبعا هو هنا اعطاني التنسيق على اللينك مباشرة. هاي فين? اعطاني التنسيق على اللينك مباشرة. طبعا ندعي البسودوكراس ازاي? اوكتين? اكتب. ليه قويسة نحط اللي هي التعملت قدامنا عشان يتضح الشكرة في القوت. البسودوكراس دي هي اللي هتغير لي المعنى. لما اضغط على اللينك. هيديني التنسيق الانا كربو هنا. انا جاء كده بص على المتصفح بتاعي. هاي فين? لما اضغط. اهو. لما اضغط بالنووس كريكي شمال كده. اهو. وهنا الهو. وهنا لما اضغط. تمام. الفيزي. نفس الكراس. هدخل على استهداف اللينك الثالث. وهنادع على الكراس. كترول سي. دوت. اسم الكراس. ما ننساش بقى. نحط اسم البسود الكراس اللي احنا عايزين نستاذفه على العنس. نوتوتين. ريز. وافتح قصوى شلم. وهغير لون الكلمة ولون الخلفية. اللون ده كده مسلا. ولون الخلفية. اللون ده. بعد ما ارجع بص على. المتصفح. كايفين? يبقى هنا كده. فهم. البسود الكراس. ايه الهدف منه? بضيف خاصية او شكل معين. او تنزيم على القراس. يديني تنسيات معينة. هندخل على. الخاصية التانية. وهي. اعاود احدد اول عنصر فرعي. من العنصر الاب. اتشغل باسم فرعي. والاب انبيرا. تعال كده بص عقوبية تتعملي ازاي? الانديكس. باكتب. هنا ديف. وده هيبقى البيلال. او الوسم اللي. اللي يحوي بيمينة او سمك هو. وكتب بلاقراب كده. لين واحد. تبا انا كده عملت ديف وهو الوسم الرئيسي قوة او سمى تايت ويا براكرافاء ازاي بقى هستأذف الفرس التايت اللي هو اللي انا معلم عليه دهو فقود السي اس اس هروح على السي اس اس واقول انا عايز الديف لو البيولد قوات البراغراف وعمل للتواتير وغل شرس تشاي واستحقص واعشوني ودينه التانسات اللي انا عايز استعادفها لأول تشايين ربوط في فين القول ده هدينه لود وحجم الخط بتاعه كده وحط تحدي خط بخصية تيكس تو ديكوريشن تيكس تو ديكوريشن اندرلاين لو رجعت كده بس تتعب قود ده ما احنا شايفيه استعادف لي اول تشايين موجود فيه واسم الهتش تيمال اللي هو البراغرافين تالت ايه واسم معي هنا اللي هو انتي اتش تشايين انا عايز استعادف عصر معيب بناء على موقعه ازاي يعني مثلا عايز استعادف رقم ثلاثة ده فحنالي على دير بي دير دير لو البراغ بي واعمل خاصية البصول وقراس اللي احنا شغلين عليها وقول له انتي اتش اتش اي وقول له انا عايزي العنصر رقم ثلاثة استهدف لي العنصر رقم ثلاثة اللي هو ده انا معلم علي ده حديده لتنسيقات برضه علشان يطبق لي التأثيرات على العنصر ده فحاخده من فوق مثلا وحطه هنا عشان يبلد التأثير على العنصر التالي رجع كده بص على متصفح اعمل للتأثير على العنصر التالي تمام يا شباب انا نخش على خاصية الرابعة كده وهي nth last cloud وهي انا بستهدف العنصر في القيمة وحطت لها اسم العنصر اللي انا عايزي استهدفه بس بيعدلي من الاسفل باسمها كده بيعدلي من الاسفل تعالى كده ادخل على index وحعمل قيمة ورفق ابص كده على متصفح بتاعي ظهرها عندي بقوائم غير مرقمة عايزي استهدف كلمة jungle الاسفل الاسفل بودلها العنصر الثاني هيفيد هي تبدأ هنا واحد هنا اثنين ثلاثة اربعة تعالى كده بص على قود واكتب من الاسفل 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 وعايزي استهدف تاني من الاسفل فيها افتح قصه اعسله فتجرون برون مسلا واللود باللود الخامل لو روشت كده بصيت على المتصفح شايفين استهدف لي ثاني عنصر موجود ما عندي في القائمة طيب العادي استهدف الرابع جاو سكريبت يبقى واحد اثنين ثلاثة اربعة لو روشت كده غيرت في القود اربعة شايفين طيب تعالا كده ازود في الاي هنا ثلاثة وهي كونر وهنا استهدف لي كلمة لان انا كاتف في القود هنا اربعة خايفين استهدف لي كلمة راك حاجة خاصية الخامسة وهي ان تي وده تنسيب يعين على موقعها موقعها تعالا كده ندس على اي محامل اقواد وكتبت وحطيت جواه براجراف بحيث يتضح ليا الفكرة فاعروس واول فاعروس جوه نستايل ونادي على البراغراف ونادي على الخاصية بتاعة البسود وقلاس فافتح قصة وقفلت بس لازم قدلها عنصر لنعايز استهدفهم فانا عاستهدف تاني لايك او تاني براغراف بديده تنسي color red بالجرون بالجرون باللون بسلا لا برو ولازم انها تتخصية بالفاصلة زي ما تحلمنا قبل كده لازم انها تتخصية بالفاصلة دي تعال كده بص على المتصفح بتاعنا هايفين استهدف لي تاني لايك او تاني عنصر لو رحت وغيرت هنا مثلا رقما اربعة استهدف لي الرقب اربعة رابعة انصر فيه للقائمة التحت البران والتشايل الخاصية اللي بعدها من اسمها ليه لازم لازم توف طيل لو ردعت كده على الستيل وناديت على البسود وقلاس هادي كده بالنوز واختاره وحدده العنصر التاني هيعديه من الاخر يعني انا لو بصت هنا كده في القود هيعدي لي تاني عنصر ده تاني عنصر من تحت ان انا اطلو اللاس لازم توف طيل تعال كده بص اقود هيفين التاني واحده من تحت طب التاني هيبه التالب من تحت هيدري من تحت كده اللي بعد كده فرسطو اوف طيب و لازم توف طيب من اسمها فرسطو اوف طيب و لازم توف طيب انا في التنسيق هتساعد في اول عنصر موجود في القيمة في الفرسطو و في اللاسة هتساعد في اخر عنصر موجود في القيمة يعني هنا مثلا هقول فرسطو و في طيب فهنا التنسيقات دي كلها هتروح لأول عنصر هيفين رايحت لأول عنصر طب اللاس فردعت كده وغيرت كلمة لازم هنه هتروح على اول عنصر في القيمة درس بسيط سعر خلص يا جماعة بس اعين ان انت تفهم المشتوى بتاعه شغال ازاي ان الوسود القلاس هو كلمة عيانة من الضفر القلاس بتدلها تأثير معين بالشكل اللي انا قد بفقه في نهاية الفيديو اتمنى تكونوا فهبت الدرس قويس وطبقت ورايا قطوة قطوة وما تنساش الاشتراك في القناة والمشاهدة وانك تدعو صديق خيث لمشاهدة بروس القناة علشان استفاد كلنا وعلشان البرمجة هي لغة العس الحالي ولازم نتعلمها مع بعض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته